استقالات بحبر الانهيار تقدم بها أكثر من مئة قيادي في حزب النهضة التونسي وإخوان تونس ينقلبون على كبيرهم ويحملونه مسؤولية الفشل والعزلة التي وصل إليها الحزب ذو الأغلبية المؤثرة في البلمان التونسي والذي جمد بسبب سياسة رئيسه راشد الغنوشي بقرار رئاسي الاستقالات الجديدة في الحزب لم تكن الأولى وإنما وسعت من دائرة التصدع الذي يقول قياديون في النهضة إن سياسة الغنوش الخاطئة أفضت إلى الفشل في إصلاح الفساد داخل الحركة بحسب بيان المستقلين من برلمانيين وقياديين فماذا حدث بين أركان الحركة وأعضائها؟ في الخامس والعشرين من يوليو الماضي قرر الرئيس التونسي قيس بن سعيد تجميد عمل البلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي والذي يشكل الجناح المعتدل في الحزب اعتبر قرار الرئيس شجاعا وجاء لإحداث صدمة إيجابية في البلاد داعيا إلى ضرورة إعفاء القيادة الحالية في إشارة إلى الغنوشي وتشكيل مكتب مؤقت لاختيار قيادة جديدة وكانت النتيجة تجميد الغنوشي لعضويته من جانبه عضو مجلس الشورى في حركة النهضة الإخوانية محمد بن سالم والذي قدم استقالته اليوم دعا الغنوشي إلى الانسحاب من موقعه القيادي بعد الأزمات السياسية المتلاحقة التي عصفت بالبلاد بسبب ما وصفها بن سالم بالسياسات الخاطئة وقال إن الغنوشي إذا كان حريصا على وحدة الحركة فإن عليه الانسحاب من رئاستها في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي قرر الغنوشي حل المكتب التنفيذي لحركة النهضة فيما قال محللون إن الأمر يتعلق برغبة الغنوشي في التفرد بإدارة الحركة واستبعاد ما يعارض سياسته الفاشلة وبعلاقاته المشبوهة مع قوى إقليمية ودولية وبتورته في التحالف مع الفساد والتستري على الإرهاب ستتواصل هذه التدابير الاستثنائية وفي الثاني والعشرين من الشهر الجاري أعلنت الرئاسة التونسية عن تدابير استثنائية تعزز الصلاحية التشريعية والتنفيذية للرئيس ما اعتبره الغنوشي القلابا فيما يضع أعضاء حزبه اللوم على ممارسات رئيس الحركة في تأزيم العلاقة بين الحركة والشارع والمؤسسة الرئاسية سمح سيد العربية ترجمة نانسي قنقر